موسيقى 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 اهلا ومرحبا بكم وشاهدنا الكرام اليوم احنا كانت معلده مع الفنان كريم اليوم احنا ندره على وفاة الفنانة القادرة واللي كانت فنانة بمعدة الكلمة فنانة شكينا صفاضي اللي اكيد كلكم كتعرفوه في جيل اللالة وحد الفرقة وحد الفرقة الموسيقى لعشات الفن في منطقة الحين محمدي الفنانة شكينا صفاضي رحمه الله انت شفت اليوم الجمعة كانت اول من غنت وصف الرجال تماما في جيل اللالة كيف حلق كريم وكيف حلقتوا خبره في فترة أولا السلام عليكم جمعة مباركة على جميع المغاربة جميع المسلمين. كلمة قدوس عضو مجموعة كازا فول كلور. تلقينا هذا الخبر يعني شا نقول لك مع الصباح اللي تشيلي فون بالي الخابة تسلمنا يعني لك عارفة. الفراق صعيب وكعضو في مجموعة جيجينالة سابقة. كفرنانة كبيرة في الساحل الفنية في المغرب. ركتبقى بلاصة يعني فامشي. من جميع الناس اللي ماتوا. خارج من ذكرياتكم الراحلة كفنانة بغربية اللي اكيد انتم من المجموعات الموسيقية اللي كتحسموا بعد النوع دي الموسيقى هاتكم تربيتوا ريدها شفتوا الأعمال ديالها شفتوا كيفاش ناضلات بس وصلات مجموعة الموسيقية ديالة اللي ماني اليوم من من وضع ولا ما كان وسط المغربة. تماما هي كانت عضو من مجموعة جيجينجيالة الأسطوري يعني مجموعة كبيرة. وكانت عندها مقاطع مقاطع صراحة كانت كتترفيننا من الصغور ديالي. في كلام المرساء ولا دارت بنا الدورة ولا في الشمعة. ولا بزاف أرغاني اللي كانت كتترفيننا من الصغور يعني كبرنا معها كما قلتت مدرسنا على على اليديوم من خلال السماء. احنا ما 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 أصدفنا لقاء واحد في ميراجان الظاهرة الغيوانية أخافين تلاقي شيئا وكيف تكون اللقاء؟ في ميراجان الظاهرة الغيوانية تلاقيناها لك عارفة كانت هناك متواضعة فهمت بنت الشاب ليس إذا لم يتكبراه وهذا الفن أصلاً هذا الفن دير الشاب لأنه هو فن المتازم الفن تكون دير الشاب ليس أبناء الشاب لك يعني أنت كابن الشاب كنت تتقول لك شريك تعيشه يعني كتش كتش الواقع من خلال الأفضل؟ تماماً من هم جيجي لها 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 يعني هذا الشيكي أخي ألفنا أن الشوكينا أكيد كما قلناك كانت من السباقات التي نخارطوا في الفن وفي المجموعة جيجي لها ويمكن في هذه الأيبوك أو الأناداك لم تكن المرأة أصلاً تقدر تغني نعم كان صعب من الصعب كانت تغني مع رجال كان صعب شوية لدرجة أنك ما قلت لك يعني كانوا كانوا اللي بغوا يديروش في دور دين النساء يجيبوا رجال ولي كانت يدير الدور النساء كان صعب أنها كان المجتمع محافظ كان ما يتقبل المرأة تماماً كانت هي من أول النساء من الأوائل التي تغنونها في جيجي لالة وكانت سعيدة بيروك لمجموعة المشاهد هده اللي كنا نعرفو نحن في الدارة من الصغور دينا كيف تشوف مستوى الأغنية والدواهر لا الغوانية ولا جيجي لالة ولا هاد هاد الألمات الموسيقية اللي الصبحات القلة اللي مجالك تتغنى بها ومجالك تتربية وسط الإنتاجات الفنية المعاصرة والسببية الموسيقى 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 مجتوى إقبال الناس على هاد الظواهر الغنائية بالضاهرة اللي كنديره نحن دائرة الغوانية ومشي هادا هادا لون جديد الدار وبقى الحمدلله فارض وجود دائر ودائما غادي لان اللي كتبنا شي حاجة كتبنا على الصحة كتبقى لما الكلمات من المواضيع لما الأداء ومشي بني 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 حاليا كان حت حت شوية التمييوة فهمش في الموسيقى المغربية من المسيقى لما تقدموها ما تقدموها بالنمط ما تقدموها لما تقدموها لا تقدموها لا تقدموها لما احنا ولا ناس أخرين انا كنتمو على الموسيقى عامة اغنية عامة تخربق الضوغ بالعربية كم هل تقدموها السجاري ما عرف ما تقولوا هما لوقت تبدلات ولما تبدلات أو تبدلات الأحسن ما تقدموها أكفص من اللي كان لأننا ما كنتم نسمعوها بعض الأغاني دابا كتقارنها ما اللي كانوا وارا كنا نعايشين في الحضارة في الكريمات وكان الإبداع وكان اللي يقولون ما الفيزيو وكان الفيزيو في ديكساعة دابا ما كيش كينغال إلا بانش واحد شي أغنية كتقاها معودة شي أغنية قديمة إن ننجح شي واحد كتلقاها نجح من كتسمع الأغنية كتلقاها عندها يعني شي حاجة جديدة وفاردة داتها ما كينيش أغنية ديال الشهار وكتساري يعني المدة ديالها خالتي كريم إلا غنها تروع للفن أنتم اليوم كتاخدوا المسعل من عند الرواد اليوم السحة الفنية كتفقد وحد تلو الآخر من الرواد الي سهموا في تشبيه هادي الملتوى الفني والذوق ديال المغاربة حول أنهم يعطونا كيفما قلت كاليمات في الملتوى الحام في الملتوى مواضيع من صلب عتمامات المواطن المغربي البسيط وولد الشعب كيفما قلت أنتم اليوم هم اللي أعتقدوا الأغلاف من مورا هادي اليوم احنا فقدنا للا سوكينا صدفة ديالة لأنه هي فننة كبيرة الزوج ديالة نقدموا التعازي اليوم وإننا لله وإننا الرجال والله رحمه والسعلاء ده الزوج ديالة تبارك الله اسمي صطفة أحباط كان ملحين وموزع يعني تبارك الله يعني أسرة فنية متواضعة ناس متخلقين متقفين كين فرق كان فرق ما بين تن يساء اللي كانوا قبل ودابة بشي كان ضيح منهم بشي كان ضيح منهم أنا كان دوع للمجال الفني دوع الفنانات اللي كانوا قبل ودابة كين الصوت كين اسميته كما تنقول الشكل الشكل إلى آخره ولكن مكينش أخلاق مكينش أخلاق مكينش أخلاق كانوا الناس كيحتارموا الجمهور وكي يقدروه كانوا كي يحتارموا رأسهم كي يعطيوا قيمة رأسهم باش من يشوفوا ذاك السيل اللي مهجب بيه تيشوفوا تيقدرو تيحتارموا مساء الله شوكيني اليوم رحلات في لنا كبيرة ويكن مشي كل شي كي عرف شوكينا غير بالنسبة للجيل اللي طالع هما الأجيال الأخرى رك يعرفوا كل شي تعرفها طبيعا الحل يسم كبير وبالخصوص في الميدان اللي فني تعرفوا المرحومة سوكينا الصفادي ما رحمه وتسعليها خليوا ما تقولوا لعائدة الكبيرة والصغيرة ديالا بعدما فقدنا اليوم أهرم أهرمت الفن المغربي وفنه هناك المغنى متواضعة والتي أعطيت الكثير لهذا الموسيق الموسيق هي أعطيت ومخدت وكما كانت ومناضرة أنا كانت مناضرة كانت دائما تخرج في الندوات وكتهدار على الوضع الفنانين والفن في المغرب كيف أبغت نهت بك ديما عندها غيرها على هذا الشي كنا قدمونتها هذه الأهل ديالها والله رحمه وتسعليها وشعني نقول الله يصبرهم لله ما أعطهم لله ما أعطهم لله ما أخذ يعني ما موت علينا حق ومشي الحمد لله سيدخلت شي حاجة اللي كي لأقل الإنسان كي ترحم عليك كلمة زوينة وهذا الشيديك نطمحوا لي اللي 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 طالع يحاولي بغا يدير شي حاجة يرائي للناس فمشي رائي ما تفكرش أنت فراس كافوه على تفكرش غيف ديك اللحظة كتربح الفلوس وتدير البوز وتشهر آه من بعد من موردك الشي شنو سكتبطى بالله سبيل تماما ها شيريكي شيري كريم وأكيد لنا عودة مع المجموعة كاملة بس نقص بزيف دي الأمور شكرا لك على هذه الكلمة الطيبة اللي قلتي في حق المرحومة الفنانة القاديرة والتي أعطت سئل كثير للسكينة استفادين تلقوا في الخير مستدعين كرام إلى اللقاء